الحياة الاجتماعية كان بيتكلم بشكل واضح على المنظومة الارهابية التي يريد العالم والمجتمع الدولي تفكيكها السفيرة مزيد تكلم وقلقى كلمة وقال انه مصر قامت بتجربة وقامت بدور خلال الفترة الماضية في تفكيك الفكر المتطرف واشار الى دور المؤسسات الدينية في مصر الازهر ودور الافتاء ووزارة الاوقاف والجهات المعنية في تفكيك الظاهرة ومحاولة مش بس الحرب على الارهاب وانما الفكر مضطرف نفسه الفكر الذي يحمله هؤلاء رؤوس الارهابيين بتحمل فكرا مصر بتحاول ان تضحض هذا الفكر خلال الفترات لانه كانت موجات ارهابية في مصر خلال الفترات الماضية ربما تجربة مصر في موجهة الارهاب والفكر المتطرف هي التجربة الاكثر ثراءا وعمقا من كل الدول لانه احنا شفنا من 28 من سنة 1928 وحتى 2023 موجات متتالية ومتلونة ومتغيرة وعملة زي الفيروس لما بيتحور شفنا الاخوان شفنا الجهاد شفنا التكفير والهجرة شفنا السلفية الجهادية شفنا داعش شفنا القاعدة شفنا النصرة شفنا اشكال كثيرة كلها خرجت من رحم واحد بفكر واحد بقالية واحدة محاولة الوصول للحكم عن طريق الدم او عن طريق سلم من الجماجم اعتقد انه الكلام اللي قاله السفير ابو زيد في علامش الاجتماعات قال انه الارهاب ظاهرة عالمية طبعا بتتجلى في كافة انحاء العالم ولا يختصر تأثيرها على منطقة بعينها واوضح ان الرؤية المصرية الداعية الى اهمية التعامل الارهاب من منظور شامل بغض النظر عن مسامات التنظيمات الارهابية يعني ما نفحش اقول انه ده دي جماعة ارهابية ودي جماعة مش ارهابية لأ المخراجات بتاعة الجماعة او التنظيم مش عايزين نستخدم الارهاب في التمايزات السياسية وغيره وخلينا نسمي الاسماء بمسمياتها استعرض كمان ابو زيد في هذا السياق ابرز الجهود اللي مصر زي ما قلت لحضراتكم من خلال مؤسستها والجهود اللي مصر بزلتها من خلال الازهر ودار الافتاء طبعا اهم ما تناولته جلسات المؤتمر زي ما اوضح السفير احمد ابو زيد انه شارت احاطات حول تنظيم داعش ونشاطه وما يقوم به وما يقوم ببثه من دعاية متطرفة وارهابية في كل من سوريا والعراق طبعا اهم نقطة اركز عليها السفير احمد ابو زيد هي التحريض على العنف اللي منتشر بشكل كبير جدا عبر التقنيات الحديثة الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القناة الفضائية اللي بتبس محتوى بيغزي العنف والرديكالية والارهاب ودعا الى النظر في كيفية بلورد قليات لتعاون في هذا الاطار خلينا اقول لحضراتكم الناس كلها بكل الدول بتتكلم بتقول كلم زي الفوري على ان احنا ضد الارهاب ضد الفكر المضطرف ضد ضد ده عظيم جدا لكن كل الدول ما بتحطش اليها على الوجع على السبب على المسبب ما حدش يتكلم على التمويل ما حدش يتكلم على الترويج ما حدش يتكلم على الاعلان غير المباشر ما حدش يتكلم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل او ايصال الرسالة الارهابية ده تكلمنا عنه مصد تكلمت عنه في كلمة السفير احمد ابو زيد في لندن يوم تسعة وعشرة يا جماعة الارهاب بيطل برأسه على كل المناطق الجغرافية اللي فيها توتر الارهاب ممكن يختفي لكنه لا ينتهي ممكن لا نراه بأعيننا لكنه موجود تحت الارض الارهاب ظاهرة عالمية بتتمدد في بعض الاماكن خاصة المناطق في شرق الاوسط ثم انتقلت الان الى القرى الافريقية شرق وغرب والصحراء وحول بحرات شاد ومفيش دولة في العالم سلمت من الارهاب او من تهديدات ارهابية لكن هل العالم اتفق على تعريف الارهاب؟ هل العالم اتفق على موجهة مش الارهاب؟ الوسائل المؤدية الارهاب؟ الوسائل المرووجة الارهاب؟ الدعاية اللي بيستخدمها الارهاب؟ الوسائط والوسائل الاعلامية والاعلانية ده كل دي اسئلة وشواغل حقية ان كنا جدين حقا في موجهة وموجهات الارهاب علينا أن نبحث عن مصادر التمويل ومصادر الترويج أخطر نقطتين كل الباقي كلام كل الباقي مواجهات وإحنا المواجهة مصر بتقول المواجهة الخشنة للإرهاب اللي هي العسكرية الشرطية الأمنية لا تكفي قد نقضي على الإرهابيين لكننا لن نقضي على الإرهاب لأنه فكر متطرف بيحتاج إلى إعادة ترتيب وعادة تصويب وعادة صحيح